إخواني أخواتي أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى في قناة تحدي اليوم جينا نهضرو حتى أنا بغيت ندلي بذلوي في إطار هذا الأعمال التلفزيوني اللي كدار في المغرب إلى آخره فصار حاكين بزاف دي الحويج اللي لا ترقى إلى مستوى أنها تكون أعمال تلفزية ولا ترقى إلى مستوى لأنها يتعطلها قاع هذا الزخم هذا كله لأن الشعب المغربي سوف يعرف مسائل كيف تدار وكيف تحاك الأمور وكيف تسير الأمور وكيف هذه المسائل كلها فلا تقبل أن تعطيها أي شيء فعلاً أحسن مثال هو سلسلة السلكالة لطريقة كوميدية رائعة أنا كنسميها كوميدية السخرية أصبحنا نسخر من واقعنا المرير لكيف ما كيقول المثل المغربي كثرة لهم كتضحك فعلاش نجحات ثلاثة الحلقة السلكالة إلا جيت تقرنهم مع عدد المشاهدين للحلقات كل هذه الأعمال الأخرى فما كتساوي حتى حاجة قدام السلكالة لأنه سلسلة هادفة كتبين الواقع المر لكل واحد كيبغي أو لكل واحد كيعرفو ولكن السؤال حظه من كترة تكميم الأفواه تواحد ما قد يهدر على هذا الواقع فبسوا استطعوا لأنه يجيبوا بطريقة كوميدية جميلة التي تعكسوا الواقع لأنه يجيبوا بطريقة كترة من هذا الواقع فبسوا استطاعوا على المحسوبية على الزبونية على البك صاحبي على شراء الدمام على التجوزة في البناء في الرخاص فهذه هي كل حاجة واقعية يعيشها المواطن المغربي كل يوم ويعاني في الحياة دياله معاها لماذا؟ لأنه كيف ما قلت؟ أرى ما أجيبهاش مشي تقافة أخرى ولا مش هي يضلك على اليابان ولا كيارك يضلك على البلد جنوبها هذا الشيء اللي يعطى الله هذا الشيء اللي يعطى الله في السوق وهو يعكس الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي الذي يعيشه المغربي في صراعاتهم مع الإدارة المغربية ومع الموظف المغربي للاسف جزء من هذا الشاب وما احواجنا إلى البرامج بحال هكا الكوميديا الساخرة هي اللي بقتنا في المواطن المغربي البسيط ما بقى له إلا يضحك على الهموم دياله اليومية وعلى المسائيل التي تدوز قدامه لا يتقبلها ولا يقدرها لأن حاجز الحرية أصبح محدودا جدا في بعض الأحيان نقلو عليه منعادين فهذا كامريبا سارج بريتن نحترأيه في السلك لو تحياتي لكم جميعا وطابة يومكم ترجمة نانسي قنقر